شابتر 2 من الاميونيتي رح نكمل فيها الحديث كإنترودكشن عن الاميون سيستم نحن نحكي فيه عن نومنكليتشر جينيرل بروبرترز كومبونتز يعني مكونات التركيب بالنسبة للاميون سيستم في المحاضرة السابقة ركزنا بالحديث في المقدمة عن الاميونيتي اليوم رح يكون التقدمة أو مهد للأدابتف ايون سيستم رح نحكي عن مكونات الاميون سيستم بالإضافة إلى ذلك اللي هو من ناحية الخلايا اللي بتساهم سواء كانت بالاميونيتي والأدابتف ايونيتي هلا من الديفنيشنز رح نتعرض لها خلال هذا الشابتر طبعا نريد أن نضيفها إلى قائمة الديفنيشنز اللي حكيتها في المحاضرات السابقة في هنا ايش ما يعرف بتعريف اللي هو الاميون ريسبونس طبعا هاي الديفنيشنز اللي حكيناها سواء كانت عن الاميونيتي عن هناك الانتيجان الانتيبودي عن هنا الاميون ريسبونس هاي كلها تعريف نعرفها ونفهمها ونركز عليها لأنه راح تكون تظهر لنا أثناء دراستنا لهذا المساق وبالتالي التركيز عليها في هذه الشابتر اللي تعتبر مقدمة للاميون سيستم إنه نفهمها ونكون على دراية تامة بهي التعريفات هلا الاميون ريسبونس الاستجابة المناعية is the coordinated reactions of these cells and molecules against the infectious microbes Coordinated اللي هو في هناك من نوع من اللي هو التعاون والترابط اوكي وأيضا المنصق هذا التفاعل هو عبارة عن reactions بتكون من قبل السلس وأيضا من قبل المالكيوز التي يتم إفرازها ضد اللي هو الميكروبز المهاجمة وطبعا هاي الميكروبز احنا نطلق عليها infectious microbes هي بتهاجم فهي infectious دعم الانفكشن وطبعا هاي الميكروبز زي ما حكيت قبل ذلك إنه ممكن تكون بايروس ممكن تكون باكتيريا براسايت إلى آخر أو yes however immune responses are not limited to the infectious microbes يعني بمعنى آخر أوكي في immune response بيكون موجه ضد الانتجن الغريب وإحنا ابترضنا هذا الانتجن مغريب بيكون infectious microbes لكن بنا نفهم إشي معين إنه أيضا ليس فقط اللي هو المهاجمة اللي حتكون أو المقاومة خلينا اللي تكون من immune system ضد الانفكشووس مايكروبز لا فيه هناك عنا أيضا non-infectious targets يعني فيه أعداء مستهدفين هم ليسوا infectious وهذا طبعا نحن نتعرضنه في الحديث أثناء اللي هو مرورنا في المساق طبعا يعني بمعنى آخر في عنا non-poreal antigens فإذا immune response تكون ضد الانفكشووس مايكروبز ولكن ليست تقتصر على ذلك لأنه ممكن تتوجه أيضا ضد اللي هو non-infectious targets أو الأعداء اللي هو non-infectious اللي هو ممكن يكون أيضا عبارة عن antigenات من الجسم سواء الجسم نفسه أو إنه من جسم آخر دخلت إلى جسم الإنسان زي اللي هو فيلغراتس إلى آخره فرح يكون فيه هناك مواجهة أيضا أو مقاومة من قبل immune system ضد هذه اللي هي targets هي ليست بكتيرية ليست فيروسية ليست هاي في طبعاتها لكن بتعرف عليها الجهاز الماعي النغري وبالتالي يقوم بمواجهة إذن خلينا نعمل summary for what we have said before عن الأدوار اللي للإميون system الإميون system has several rules في عنا هناك اللي هو beneficial rules يعني فيه هناك أدوار ذات فائدة وفي عنا هناك اللي هو harmful أو بنسميهم undesirable يعني غير مرغوب فيها أو ضارة اللي هو rules الدوار هلنا زي ما احنا شايفين في هذا الفقر بموضحنا اللي هو مقسمنا نوعية اللي هي بنفسي rules اللي هي تعتبر من الأعمال الفيسيولوجية المفروض يقوم فيها الجهاز المناعي وفي عنا هناك اللي هي undesirable أو harmful rules أوكي بنا نشوفهم أشو ما أوكي والimplication تبعهم هلنا في عنا هناك defense against infection هاي من الروز خلينا نقول المفيدة هلنا بتحمل الجسم ضد اللي هما الimplication وفي عنا ايضا اللي هو defenses against tumors الحماية ضد اللي هو الأورام السرطان هلا بالنسبة لها defense against infections اللي هو deficient immunity results in increased susceptibility to infectious was exemplified by AIDS يعني خلينا نقول مثلا حتى نفهمها هلا في عنا الـ AIDS الـ AIDS هو يعتبر من الأمراض اللي هو الفيروسية اللي بتتاجم الـ helper ومقاومة فبيقضي على ما تبقى من بالتالي عنا بيليم فصايت لكن بيصير فيه هناك deficient بالإميونيتي لأنه نقص مناعة مكتسب نسمي احنا نتيجة هو لا يسوي رافي هذا مكتسب تهم نتيجة تعرض بفيروس الـ AIDS فاللي بيصير انه نتيجة انه تم فيه قضاء فيه على تيها الـ بيصالز تصير فيه هناك نقص في مناعة هذول الأشخاص المصابين لأنه تيها الـ تنتدميرها وهي تلعب لهم أساسي فيه تحفيز اللي هو الـ وبالتالي بتصير المناعة ضعيفة جدا عند هؤلاء الأشخاص أيضا من هناك اللي هو ايشي انه ممكن لو طبقنا مبضى اللي هو بيشتغل عليه الـ وبالتالي بيستخدام فإحنا ما نيجي بنعطي مطروم راح نلاحظ انه هناك هذا المطروم دائما بداعا دفاعات اللي هو الـ وبالتالي بيحمي ضد الـ الانفكشن بالنسبة للـ من الأشياء اللي بنفس اللي انه بيهاجم التوم فهذا طبعا بيعطينا انه يكون حتى يصير في هناك ما يعرف بالـ الميونو ثيرابي الميونو ثيرابي انه قلينا يقول يؤدي الى اكتشاف او الى ظهور ما يعرف بالـ اللي هو العلاج بالمناعي اللي ممكن استخدم فيه الأسام المضادة اللي بتكون مستهدفة لتدخل اتخذ الى او تذهب في الجسام الى الخلايا السرطانية وتقوم بمهاجمة هذه الخلايا السرطانية فهذا يعتبر من الفوائد الى انه ممكن يكون يتم الاستفاد منه في ايجاد الاميون ثروبي وحانيا في موجود اصلا كثير من هذه المنطفون الانتي بيتم استخدام لمحاربة اورام سرطانية في انواء معين من الكنسر هلا من نسبة الهو الهم في الروس في انه هناك الاميون سيستم يمكن انجر سوز وان انجر با ثولوجيك الانفلاميشن وانه هناك قبل شوي لما حكيت بسلايد في هناك امينولوجيك ريسبونس مش قد قد تستهدف اللي هو من ضمنها انها ممكن تستخدمنا فمنها اللي هو انها بتهاجم الخلايا نسها وبالتاني لما بتهاجمها تؤديها اوكي انه ممكن تواجه الخلايا وبالتالي هذا يؤدي الى انه تظهر اعراض اللي هو لكن هذا اللي هو باثولوجيك لأنه استهدف الخلايا فمن ضمن الامبليكيشن لأنه هناك اللي هو هاي الاميون رسبونس هي السبب في ظهور الحساسية الاليرجيك autoimmune diseases وايضا الانفلوماتري diseases اللي هو امراض التهاب بعدين فعنا هناك الروز افد ايميون سيستم ايضا اللي هو الهامفن انه لما تيجي تميز الخلايا او الانسجات التي تم زراعتها او اللي نيولي انتروديووس بروتيز التي تم ادخالها وبالتالي رح يؤدي ذلك انه رح تتعرف على إنها غريب وهذا رح يحفز اللي هو الجهاز المناعي ضد هذه البروتينز أو حتى اللي هو الزراعات للتشيوز طبعا ممكن تكون جلد ممكن يكون كلا كبد إلى آخر وبالتاني رح يكون هذا إلو رفض أو ينتج عنه رفض لهذه التشيوغرافت مشان هيك الاميون رسبونس تعتبر حواجز لعملية الترانسبلانتيشن and جين ترابي الترانسبلانتيشن اللي هو نقل الأعضاء وزراعتها جين ترابي اللي هو العلاج بالجنس ذكرت سابقا أنه الجهاز المناعي من هايك ومراجعة لشان بعدين ندخل في الاشي الجديد للشابتر السابق الهوز ديفنسز اللي هي تقسم إلى نوعين من الاميونيتي انت اميونيتي وذكرنا أنها الناترال اميونيتي أو ننعبر عنها نانسبسيفك اميونيتي وهي التو لائنز وعندنا هناك الادابتر اميونيتي وهي نعتبرها الأقوير مكتسبة أو سلسفك اميونيتي هي كلها مصطلحة للادابتر وهاي طبعا هي يتم اكتسابها later in life وبعد مواجهة أو بعد التعرض للمايكروب طبعا طبعا الاترال هسفونس هون delete بينما الاميونيتي هي مباشرة وطبعا الادابتر اميونيتي هي بتشكل الثيرد لاين اثنى الاميونيتي اللي ها خطين الفرس والسكن فإذا البافجام تجاوز هذه الخطوط رح يتواجه بالادابتر اميونيتي اللي هي الثيرد لاين اثنى الآن هون بنبدأ بالادابتر اميونيتي هي تتكون هنا هي صعائع تتكون من الليمفوسات and their products ملتجاتها اللي هي زي الانتفاضيز والسيتوكاس لأنه الانتفاضيز صبعتهم خلايا ممكن تفرز اللي هو الانتفاضيز لأسام المضادة أو ممكن تفرز المحفزات الخلاوية اللي همه سيتوكاس It requires the expansion proliferation and differentiation of lymphocyte before it can provide defense against the microbe يعني هلا لما تصير فيه هناك تعرض للميكروب هذا بيؤدي إلى تحفيز الليمفوسات فيؤدي إلى أنه يصير فيه لها proliferation كلمة proliferation أو معنى آخر expansion expansion يعني زيادة تمدد proliferation أنه بصير فيه هناك تكاثر تكاثر بنتيجة انقسام الخلايا وبصير بدل معنا فيه خلية عشرات ألوف مثلا من اللي هو الليمفوسات هي يعني proliferation تكاثر and differentiation differentiation تمايز لأنه فعلا هناك أكثر من نوع من الليمفوسات B-T فيه هنا regulatory lymphocytes natural pure lymphocytes فهي مش فقط أنها بصير بس proliferation إذا بصير تمايز إلى الأنواع اللي هي تقوم بوظائف مختلفة منها هذا الأشي لازم تمر فيه قبل ما يصير فيه هناك عملية defense of microbe يعني فيه هناك عملية تحضير حتى يصير فيه عملية differentiation proliferation هذا بيطلب أيام أوكي وبالتالي معشان هيك ال-adaptive immune response بتكون متأخرة دي ليه هي بتيجي بعدين يعني أول ما بيبلش من ال-adaptive immune response لأنها بتكون سريعة لأنها ال-first line ال-second line ال-third line بيجي بال-adaptive لأنه هي أساساً شوي بطيئة لأنه لازم يكون فيه هناك تحضير للليمفوسيس قبل مواجهة اللي هو المايكروب حلا بالنسبة ل ال-adaptive immune حكينا إنه مباشرة بيصير فيه هناك مواجهة خلال ساعات هناك لاحظه كانت within days following infection بينما هون تطلب days خمينا أكبر هاي السلايد طبعا هاي بتوضح لنا الفقر كيف فيه هون عندي أنا اللي هما ال-epithelial barriers اللي هما من ضمن خلينا نقول ال-scan لأنه فعلا هناك ال-epidermis فلو تعرض الجسم إلى مباشرة فحيصير فيه هناك مواجهة من قبل ال-in-ate system أو ال-in-ate immunity ضد هذا المايكرو طبعا فيه هناك هاي المواجهة بتكون سريعة مباشرة within hours لاحظوا من صفر إلى 12 ساعة بيصير فيه هناك مواجهة بالنسبة ال-in-ate immunity بيكون هما ال-players اللي لل-in-ate immunity زي ما احنا شايفين في الفقر فيه هناك اللي هما المعصز فيه هناك الفاقوسايت في الديندر تيكسلز اللي هي هاي الخلايا اللي بتعمل presentation لل-antigen ايضا فعنا هناك اللي هما natural killer وفعنا هناك ايضا اللي هم الكملمات هلا i-n-c-s اللي هما in-ate lymphoid cells هدول اختصان لكلمة in-ate lymphoid cells هدول counter parts of the T cells بيجوا بيفرزوا cytokines اللي بتنظم عمليات اللي هو ال-in-ate cells ايضا تأفراز cytokines هاي طبعا بالنسبة لل-in-ate immunity على الجانب هذا زي ما احنا شايفين وخاص انا هاي it will be delayed response لأدات ال-immunity لهذا ال-pathogen لاحظوا طبعا بالنسبة للرسمة لنا نفس المايكروب سواء هون ال-in-ate لانه بيكون قد اخترق او تجاوز مثلا ال-in-ate immunity فمين بيكون بالمواجهة اللي هو الخط الثالث من الدفاع ال-adaptive immunity في نفس شكل اللي هو خلينا نقول الفيروس مثلا فبال-adaptive immunity هون في عنا ال-players اللي هما بيلمفوسائز في عنا T لمفوسائز فلما يصير فيه هناك عملية presentation طبعا من قبل اللي هو ال-antigen presenting cells لل-antigen رح يصير فيه هناك طبعا تفعيل للدور اللي هما T لمفوسائز الليمفوسائز بصولها عملية proliferation اوكي expansion بمعنى آخر وايضا فيه هناك تمايز اللي هو differentiation فبعتونا ال-effector cells هدوال ال-effector cells اللي هما الدور اللي هو ممكن يحفزه اللي هو ال-B لمفوسائز اللي بتتفاعل أو ساعتها لما تكون اتعرفت على هذا ال-antigen بيصير فيه ايضا عملية proliferation فيها ولكن هي تقوم بإفراز ال-antibodist بينما T cells هي بتحفز ال-B لمفوسائز وايضا تحفز نوع آخر من اللي هما T cells اللي قلنا عنهم cytotoxic cells فلاحظوا هون ال-response إنها بتاخد وقت اللي هو بياخد زي ما إحنا شايفين إذن ال-adaptive بتاخد داز بينما اللي هو ال-anate بتكون سريعة مستلحات أنا هناك ال-antigen immunogen على السطح طبعا حسب نوعية ال-infosciz طبعا بال-T lymphosciz اختلفوا عنهم في اللي هم ال-B lymphosciz هلا ال-B lymphosciz هم من أنهم بفرز ال-antibodist فال-antibodist هم من نفسهم بيكونوا في موجودين أيضا على السيرفز السولد هلا ال-T cells بيكون في عنهم هناك T-C receptor وضيفة هاي ال-receptors أو زي الساتيلايت تتعرف عن اللي هو المواد اللي بتفرزوهم هذول المايكروز هلا أي سبسنس specifically recognized by lymphosciz or antibodies is called antigen يعني هلا أي مادة يتم تمييزها من قبل ال-Lymphosciz أو ال-antibodist تفاعل ضدها هي بتسميها antigen لكن مش كل ال-antigen هو immunogen أما ال-immunogen هو عبارة عن ال-antigen ليه لأنه فقط اللي هو السبسنس أو ال-antigen اللي بيحفز capable of inducing an immune response هذا منقوله عنه immunogen هو اللي بيحفز جهاز المناعي يعني هل أصدنا الحديث فيه عن ال-antigen لكن مش أي antigen antigen لأنه في بعض ال-antigen زي ما إحنا رح نشوف هون بهاي الفقرة هم عبارة عن هابتلز هم فعليا antigen لكن هل هم immunogen لحالهم لو كانوا لحالهم بتصرفوا بدون أي وسائل مساعدة لا ما ما رح يحفزوا جهاز المناعي فبنا نعرف دائما كلمة immunogen هي شاملة أكثر لا ال-antigen يعني بمعنى أو أكبر من ال-antigen بمعنى آخر هلأ كل immunogen هو عبارة عن antigen ولكن ليس كل antigen هو عبارة عن immunogen شو يعني immunogen يعني هو عبارة عن الماندل اللي بتقدر تتير أو تحفز اللي هو جهاز المناعي يعني رح يكون فيه استجابة مناعية من قبل الجهاز المناعي فهي دائما نحط فإذن هابتنز اللي هو مثال على هاي ال-antigen اللي ما رح تحفز جهاز المناع لوحده لأنها ليست immunogen إذا ارتبطت بكريير بروتين زي ما احنا شايفين في هذا الفقر هذا هيك ال-habitن هي حجمه صغير بيكون لحاله ما بقدر يحفز جهاز المناع لكن لو تم ربطه على سطح كريير بروتين زي ما احنا شايفين هون هذا بيصير immunogen بصير يحفز اللي هو الاستجابة لجهاز المناع نوعين لأنه شفنا بالصورة في هناك اشي من ال-adaptive immunity اللي هم T-lymphocyte وصورة اخرى شفنا فيها اللي هو ال-other player اللي هو T-lymphocyte ال-antibodies ال-humeral اللي ها علاقة بإنتاج ال-antibodies بينما ال-cell mediated it's involved with the cells هم اللي بيهاجموا ال-infectious agent فرحنا نشوفهم نفهمهم بهاي السلايدات اول اشي منبدا بال-humeral immunity the-humeral immunity is mediated by antibodies يعني هي يتم تفعيلها بواسطة ال-antibodies ال-antibodies عمارة عن ايش هم بروتينات تقوم بإفرازها خلايا برضو ال-lymphocyte لكن هدول هم نوعياتهم b-lymphocytes and plasmuses مجرد ما يتم إنتاجهم بدخلوا هدول ال-antibodies هم سليوبل رح يكونوا ال-antibodies they enter the circulation and the mucosal fluids بيقدر يفوتوا الى الدم و mucosal fluids شو وظيفتهم هم they act against mainly طبعا against microbes present outside the cells من لهذا الماجر job تبعهم ضد اللي هم ايش الاكسترا سليولار مايكروبز شو يعني اكسترا خارج سليولار خلايا بخارج الخلايا اللي هو المايكروبز اللي في بعض المايكروبز تكون خارج الخلايا بعضها ممكن تسكن في داخل الخلايا هلال c cell mediated immunity هاي اللاعبين فيها او يتم تفعيلها بواسطة telomphocytes هون بيصير فيه الدفاع او دفاع ضد المايكروبز اللي بيعيش في داخل الخلايا اللي هم ال intra singular مايكروبز اذا فهمنا انه المايكروبز ممكن تعيش فيه خارج الخلايا وبالتالي تقوم بمهاجمتها ال anti التي تفرزها ال telomphocytes plasma cells بينما فيه هناك اللي هم ال intra cellular microbes يعني المايكروبز يعيش في داخل الخلايا تقوم بمهاجمتها اللي هو telomphocytes طيب كيف بدهم يهاجموهم هم بيعيش في داخل الخلايا تقوم بوظيفتين هم أول إشي نو بيعملوا activation لل phagocytes macrophage وبتدخل إلى vesicles غير الفagocytes vesicles مش بال main root root اللي بدأت تدخل منه لما بتدخل في الفجوة المتقبضة شرحت لكم إياها قبل إنه كيف الفجوة المتقبضة إنه تتكون كيف إنه بعد عملية ال adherence بيصير في هناك endocytosis ال endocytosis بيصير فيه طيحان الليزوزوم فبعطونا phagolizuzوم هناك بيصير قتلنا المايكروب لأ هي بتدخل بطريق آخر ملتوي فبتصير داخل فجوة أو داخل كيس من هذه الكياس مش الطريقة المعتادة يعني بتتحيي على phagocytes وبالتالي ما برتبط هذا الكيس مع الليزوزوم وبالتالي لا يتم تكسيره فبصير تتكثر وين في داخل هذا الفيسيكل منفصل عن الفاغوزوم اللي الرئيسي اللي يتم ابتلع المايكروبات طبعا هاي خاصية مش لكل المايكروبات بعض المايكروبات اللي ها القدرة على هذا الشيء بطريقة معينة تقدر تضحك فيها على المايكروفيترز وبالتالي تصبح هذه المايكروبز انتراسيلولار فيسيكلز طيب شو اللي بيصير اللي بيصير إنه التليمفوسايت سير طعق إشارات لهاي الفاغوزايت انتبهوا انت عندك عم تحتضن عدوك في الداخل بسعمل تحفيز طريق الآخر او ايضا تقتل الخلايا ها التي تصاب بالانتراسيلولار مايكروبز هاي الفكرة اللي بنشوفها او هذا الماجور فانكشن وين بنشوفه في تيوبوركولوسيز تدرن لأنه هلن شو اللي بيصير نتيجة عملية المهاجمة من قبل اللي هو الخلايا المناعية تيلمفوسايت حتى يتم قتل للانتراسيلولار الخلايا نفسها خلايا الإنسان اللي هي فيه الرئتين اللي بتكون تحتوي على الفاقوسايت اللي بداخلها ايضا هناك المايكروب يتم قتلها حتى ايش اللي هو يتم القضاء على خلينا نقول البنية الموجود في هذا المايكروب عشان هيك بتترك فجوات درن عشان هيك بنقول فيه هناك تدرن مرض التدرن ومرض السل فهاي هو من الأمراض اللي هي اللي بنحكي عنها كمثال على two major functions هاتول هون زي ما احنا شايفين فما شايفين في هذا الفقر اللي هو بوضبحنا طبيعة والسلمي دياتي هون في عنا الهيومر الامي اكترا سيلولار مايكروب خارج الخلية طبعا بتكون البي لمفوسايت تؤدي ذلك الى إفراز اللي هو أنتي بادي ميكانيزم طبعا شو وظيفة اللي هو هاي الانتي بادي بلوك انفكشن وان اكترا سيلولار مايكروب يعني تعمل بلوك تمنع حدوث انفكشن وايضا يتم التخلص من الاكترا سيلولار مايكروب بينما لو بنني نقارنها بهذا الجانب اللي هو السلمي دياتي الاميونيتي المايكروب طبعا بيكون هو اما موجود في داخل الفاقوس او موجود في داخل الخلايا فطبعا على جميع الاحوال هو انفرا سيلولار اوكي طبعا انفرا يعني بمعنى اخر جهتين هو بيكون في داخل الخليل انفاقوس تيكسوس هي تعتبر من خلايا الجسم هلا هون زي ما احنا شايفين الخلايا تم ابتلاحها من قبل الماكروفاجيز بسألتكم هي بتكون ماشية ضمن فجوة غير اللي هو الفاقوزوم اللي بترتبط مع الليزوزوم فبتعيش بتتكاثر في داخل اللي هو الماكروفاج هون مثلا زي ما هم واجينا اذا كان فينا خلايا سرطانية خلينا نقول الفايروس نحنا بنحكي عن الفايروس نحكي عن المايكروبات خلينا نتركيز فقط على الفايروس الفايروس مثلا بتيش او خلينا بعض الباراسايت زي فينا هناك اللي هو توكسوبلازما الآخرة هدون ممكن يعيشوا في داخل اللي هو الخلايا انتراسيلولار فبيصيروا يتكاثروا في داخل الانفكت السلس طيب كيف بدأ مين الليمفوساس اللي بدهم يستجيبوا اللي هم التي سلس هون بيين عنا في الصورة النوعين من التي المفوساس اللي هم في هناك الهلبر وهون في عنا اللي هو السايتوتوكسيك طبعا هاي اللي شايفينها هون احنا على السطح زي ما انتو شايفين اللي هم عبارة عن الريسبترز اللي بيكونوا موجودين على سطح الخلية هون نفس الشي الريسبترز لكن هون الريسبترز اللي موجودين في البي المفوساس هم عبارة عن اللي هو انتيبوتس بس صولد ما يتم افرازهم اللي هو الصوليبول بورشن في السيركوليشن وايضا ميكوزال هون في عنا عبارة عن ريسبترز خاصين بيكونوا موجودين على السيركوليشن طبعا شو اللي بيصير تيجي هاي اللي من خلال الريسبتر تقدر تتواصل مع الريسبتر اللي بيكون موجود في على سطح الماكروفاج تضع ما الاختيباشن انها طبعا طبعا هي كيف عرفت او ليش عملت او ليش ميزت هاي الماكروفاج زي ما احنا شايفين هون في بيصير في عملية خلينا نقول إبريزنتيشن يعني طبيعة الخلايا زي اللي هو ماكروفاج تقطع تزوء من الأنتيجينات اللي بتعملها إبريزنتيشن على السير بيستضحها رح تميز مين هيك اللي هي الخلايا التليمفوسايت بتميز انه الموجودة على السطح وبالتالي بتيجي بتحفز الماكروفاج حتى ما لها اكتيفاشن حتى إيش صير تهضم وتقتل اللي هو المايكروب الموجود في الداخل وبالتالي بيصير في هناك عملية إليمينيشن أن فاقو سايتو فاقو سايتو فاقو سايتو 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 هون إذا كان المايكروب في داخل الخلية زي كفايروس مثلا أو انترا سيليولار براسار فبحفز اللي هو سايتو الفقر الكلمة أو العبارة اللي حكيت لكم إياه في سلايد السابقة أنا ذكرت أيضا الخلايا مثلا هاي بتكون الماكروفاج بتكون ضمن خلايا عادية اللي هو في الرئة يتم أيضا هنا قضاء أو قتل أيضا للخيل لأنه هاي مرحلة من المراحل بتصير في التدرنف يعني مش غلط بالموضوع هنا اكزامبل آخر برضو بيوضح الفقرة الثانية من عمل اللي هو التلمفصار 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 إذا كانت نفس الخلية في الداخل في هناك البارس مثلا أو انترسلولار بارسايت يعني صح الجاتب الادابتف اميونيتي can be naturally or artificially acquired active and passive وهذا شرحنا في السلايدات السابقة بس بتمرو مرورا سريعا على هاي العبارات لأنه من الضروري ترفشوا الفرق من naturally acquired artificially وإيش الأمثلة عليهم أو التفسير لإنهم في كل نوع وإيش فون